أكيد كان عندك خوف وقلق وأن أنت هتقولي لولادك إزاي وأكيد هيخافوا عليكي فده عملتي إزاي يعني أنا بسمع عن الجزء من الشفاء أن أنت تبقي شخصيتي قوية وأن أنت تقولي أنا إن شاء الله هبقى كويسة أنا أخفي منه هو الحمد لله الحمد لله أنا روحت لدكتور كان كويس جبتاً والداني الشجاعة والقوة والأمل في المستقبل وقالي يعني دي عباة عن فترة مرحلة معينة هتمر بيها انسيها بعدها انسيها عشان ينسيكي فتأقلامي معاها في نفس الوقت أنا حاولت بقدر الإمكان حاولت بقدر الإمكان يعني مرض زي أي مرض هلك عندك أولاد؟ أنا عندي ثلاث أولاد قلت لهم إزاي؟ هما الولادين الكبار كانوا مش مصدقين والحد ما دكت داخل قطة العمليات مش مصدقين أني ماما فيها صح لأن أي حد يعني بعد الشرع على أي حد أي حد بيسمع المرض ده على طول بيتخدق أو على طول بيجي بالو لا لا بالعكس أنا أولادين يعني الكبار كانوا مش متوقعين حتى كانوا بي أنا كنت بروح الإشعار وبروح الكيماوي يعني علشان أنا أبقى قويلة بعد العملية بقى أو بعد العملية؟ بعد العملية انت هارف أكتر حاجة فرق معانا دلوقتي إيه؟ أنه نحكي للناس أنت بتمرسي حياتك اليومية عملة زي يعني أنت كان عندك مشكلة أنت تغلبت عليها فما بقيتش موجودة علشان اللي عنده نفس المشكلة يحس أنه ماشي لقدر الله حاجة وحشه بس يقدر يكمل حياته طبيعية ويعيش كويس الحياة بتبقى طبيعية كلها بس أهم حاجة أنك تبقي متقبلة المرض لأن المرض دوا أي بنا قدم به ممكن يتصبيه انت اللي تهزمي المرض مش هو اللي هزمك أيوة وتنسيه لو ما نسيتهوش وح تطيق قدامك صدقيني حتتعب جدا بس انت يا أستاذة منال قلت إن الدكتور كان كويس قوي وإداكي الدفعة وقالك ما تقلقيش وكده مين بقى جوع قسرتك إداكي الدفعة دي إخواتي إخواتي وفعلا كانوا ضهري يعني إخواتي فعلا ربنا يخلهم لي وفعلا ضهري كله إخواتي لأن هما اللي يوقفوا معي وفي كل شي حتى أنا في بعد العملية أنا روحت للأختي وقعدت عندها وما كأني استقبل بك ديوف ككذا فقالت لأ أنا حاخدها بس فمعلش نسيت كله واتجعتي على أني أنا أخف من المرحلة اللي أنا فيها أنا طلعت من قط العمليات وروحت البيت بعد أربعة أيام من العملية وكان أتنين الخرطوم اللي طالع من السدر هنا ومن السدر هنا وكان الدكتور يقول لازم تنزلي في الشارع وتلفي علشان الدورة الدموية تشتغل وكده كنت بيقود البيتاتين في كيس نايلون ومسكيهم وماشي يعني طبعا ما كانش حد يتخيل إن أنا مسكي الكيس إن أنا مسكي ده طالع منه خرطين موجودة بس عايزة أقول لحك زيكوت قرادة جمزة جدا إحنا كلنا بنحييكي عليها بجد يعني